منذ شباط عام 2014 وقضية من العاصي قضية رأي عام زوجها انهال عليها بالضرب حتى الموت عائلتها أسقطت حقها الشخصي ووقعت اتفاقية مصالحة مع القاتل والقضاء حكم على زوجها بالسجن خمس سنوات فقط بنتي ميتت ما حتى ترجع بس ما بدي يكون يحكوا على بنتي عشرها ببنتي وعد أنا ما سأقت الدعوة هذه كبيرة يسمحوني فيها الجديد استمعت لوجهة نظر زوج منال محمد حيلي عبر محاميه أحمد بدران فسر سكوتنا اعتراف أو رضا سكوتنا كان احتراما للقضاء واحتراما للمرحومة برأي موكلي بيستحق العزر المخفف لأن السبب الذي من أجله ما بدي بس سميها ثورة الغضب هي فورة بركان هي الله لا يحط حدا محلة وأنا استعملت هالشي بالمحكمة هذه الفورة الغضب التي تسببت بها فعل أتته وأتت به المرحومة كانت هي السبب الأساسي لمنحوا العزر المخف والدتها للمرحومة منال عم بتقول أنه هي عملة الأسقاط تحديداً لأنه تعرضت لتهديد كل مرة بينقال 8 ساعات وتعذيب وتشنيع بالجسة ومنع الإسعاف طب أنا بس بدي حيلهم عم حاضر قوة الأمن أي ساعة الزلم يوصل على بيته 10 ونص 11 إلى 4 12 كانت والدتها موجودة تنتين إلى 10 كانت بالمستشفى طب كيف بكون 8 ساعات منها بضرب ما عم بفهم هني قالوا أنه منع المسعفين من الدخول طب تخيل الرئيس إسكندر شو عملت بعتت كتاب للصريب الأحمر قال للصريب الأحمر مش نحنا الدفاع المدني بعتت للمديرية العامة للدفاع المدني بعتوا لي المسعفين بهذا النهار وبهذا التاريخ اجوا على المحكمة نفوا هذا الأمر جملة وتفصيلاً حتى أكثر من هذا بقول أنا ما شفته ما بعرفه ولو ما منعني اللافت في اتفاقية المصالحة بند يتعهد فيه الفريقان بالعمل على توطيد العلاقات العائلية بينهما لتعود أفضل من السابق كما تعهد الزوج بعدم التداول في كل ما يتعلق بحكم الزنا الصادر لمصلحته علماً أنه متزوج بامرأة أخرى منذ أكثر من أربعة أعوام هذا التقرير مجرد عرض لوجهة نظر الطرف الآخر وليس دفاعاً عن القاتل أياً كانت أسبابه ليالبو موسى قناة الجديد موسيقى موسيقى موسيقى